اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب واصلاح الشركاء او الاصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين ورح يمكث فيها طبعا لغاية الساعة وحدة وثمانية وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج وبمعنى هذا ان القمر بكون استقر في برج العذراء تأثير القمر لما بكون بالعذراء منعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفاحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود من الافضل التخلص من عادات سيئة زي التدخين شرب الكحول الاحواب الحبوب المهدئة او اي شيء له علاقة بالمخدرات ووسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاويتين فلكيات الزاوية الولى راح تكون زاوية تتليث ايجابية راح تكون بين القمر وارانوس راح تكون في تمام الساعة 11 و23 دقيقة ظهرا وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تتليث ايجابية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة 10 و53 دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم بما ان القمر موجود بالعذراء راح يكون يوم 17 تسعة راح يكون في تمام الساعة 11 و41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 6 و55 دقيقة مساء لا ينتقل للميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر اختفاء القمر الآن لانه خلص بدو ينولد هلالة جديد خلال الايام القادمة او خلال بكرة تحديدا فعشان هيك اليوم القمر 28 يوم في تمام الساعة 51 و52 دقيقة فجرا بيصبح 29 يوم نسبة الاضاءة 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة مزاجها سعيد طبعا سعيد وقوي كمان شوي القمر في العذراء حتى يوم 17 تسعة برضو المزاج سعيد بشكل ممتاز عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة سعيد بنسبة 10-12% الزهرة في الاسد حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10-15% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11% مزاجه منتحس بنسبة تصل لأربعين في المية المشتري في الجدي يعني حتى يوم 19-12% مزاجه سعيد بنسبة من 10-15% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9% مزاجه منتحس طبعا كل الكواكب اللي بتتراجع حاليا انتحاستها بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14-10 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر صار موجود في البيت السادس فهذا بيعني انه اليوم التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة أكثر ورح يكون في بعض الاهتمامات لإنجاز أشياء طارئة ممكن تصير أو أحداث طارئة خلال هذا اليوم أو مفاجئة أهم شيء أنه ضبط الأعصاب مطلوب والانتباه للصحة مطلوب والانتباه لأعمالكم مطلوب لأنه القمر الآن صار بمراحل المقابلة يعني البيت السادس والسابع والثامن هاي نعتبرها مقابلة فالفترة هاي تقريبا هي تعتبر قطرة صعبة مش سهلة فعشان هي كي بتكونوا منتبهين أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا من أورانوس تحدث بعض المفاجئات على المستوى المالي اليوم رح يكون اهتمام أكثر على المستوى المالي يعني رح يكون اليوم في نتائج أو في بعض الأرباح أو المكاسب أو الاهتمامات المالية بشكل مباشر ممكن تحصلوا على مكاسب بشكل يعني غير متوقع ممكن تيجي على شكل من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنه زي ما دائما منحذر أنه أورانوس هذا ممكن يجيب مصاريف بشكل مفاجئ برضو أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء روتينية على مستوى اتصالاتكم حواراتكم تنقلاتكم اهتمامكم بالإخوة والجيران الأعمال اللي بيحاجي للنشاط فكري أو الدراسة أو التنقلات أو السيارات أو الإلكترونيات كلها هاي رح تكون بشكل روتيني على حسب طبيعتكم بس أهم شيء ضبط الأعصاب يعني ما في داعي للعصبية والحدية بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء على مستوى البيت ممتازة اليوم في إشي لو علاقة بالبيت أو مناسبة أو حدث معين بالفت الأنظار ممكن اهتمام بشؤون منزلية وعقارية أو اهتمام تصليحات أو ترتيبات بشكل روتيني رح تكون ولكن المفاجئة هاي أو الحدث العائلي ممكن يكون ملفت للأنظار أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة بالزهرة حكينا أنه شوي مزاجها منتحس فبابتكوا تديروا بالكوا على العواطف أو على أحبائكوا لأنه الفترة هاي شوي الأجواء صعبة أو فيها بعض الصعوبة أثناء الحوار مع الأحباء في فرض رأي في تزمت بالرأي في صلابة بالرأي في حدية بالتعامل يضبطوا عصابكوا قدر الإمكان وما في داعي للتهور بالفترة هاي لأنه العلاقات الضعيفة في عرضة للانفصال أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتاد ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلاج المسائل الطارئة لتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو داعم وتجنب الإساءة للأصدقاء والشركاء حاذر من التراجع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء على مستوى الشراكي عطارد بيدعم بشكل جيد للحوار والنقاش وتبادل الآراء والأفكار بساعد في هاي الأمور وممكن يحمل نوع من أنواع المصالحة أو إقناع الطرف الآخر أو الشريك بأمر ما ويكون لمصلحتك ومصلحته أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة إلا أن وجود القمر في البيت السادس بعزز الاهتمام ببعض المسائل المالية المشتركة وخصوصا الأشخاص اللي بتاجروا بالعملة أو لهم مغامرات مالية أو الأشخاص اللي لهم علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين هذولا برضو إلهم بعض النشاطات خلال هذا اليوم ولكن بدهم يهتموا بأموالهم أو على أموالهم من الصرقة أو الضياع أو الإقدام السريع على الإصراف يعني هيك تتحمس لفكرة وتصير بدك تصرف الفلوس بدك تدير بالك من هاي النقطة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية برضو على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء أنه ممكن اليوم يصلك خبر ممكن يزعجك أو يعني تهتم بمسألة تتعلق بأحد الأشخاص خارج البلاد أو موضوع معين أثناء النقاشات أو الحوارات في المجالات الدينية أو السياسية بدك تضبطوا عصابكم إذا عندكم امتحان بدك تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد ما في داعي للتصرع ولا داعي للحدية اليوم في الطبع أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة ديروا بالك طبعا اليوم بدك تضبطوا عصابكم قدر الإمكان ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا لمخالفة القوانين ماشي بدعم كل مشتري أو بدعم مواليد العشرية الثانية آخر مواليد العشرية الثانية بدعمهم بشكل جيد لتحقيق مكاسب أو مناصب أو أعمال أو ترفيع أو ترقي ولكن مواليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من مفاجآت إلها علاقة بخلاف أو جدال أو نقاش ما بينهم بين زملائهم أو رؤسائهم بالعمل بدك تكونوا حذري من هذه النقطة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بتكون تنتبهوا من أي توجيه كلام يكون حاد أو لاذع لأصدقائكم الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن يصير فيه جمعة أو لمة أو حوار أو نقاش أو مناسبة معينة تهتموا فيها أو تهتموا بالأشخاص اللي رح يكونوا متواجدين فيها ممكن تتلقى اتصال بشكل مفاجئ من شخص ما أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نبتن بدك تكون حذر من الوسواس والقلق والخوف ما في داعي أنك أنت توهم أمراض أو أنه أنت سيطر عليك نوع من أنواع الإكتئاب ما في داعي للقلق إنجز أعمالك بشكل روتيني حاول أنك تهتم ما تراكم أعمالك انتبه لصحتك بشكل جيد لا غذاءك ولا راحتك برج الثور طبعا اليوم أفضل من العيام الماضية لأنه اليوم القمر انتقل صار في البيت الخامس لا لكم وهذا بيت العاطفي والحضوظ فبيدعمكم بشكل قوي جدا بما أنه الآن القمر والشمس موجودات في نفس البيت معناته اليوم النفسية أحسن في عندكو طاقة غريبة عندكو حب للتغيير ممكن تغيير على شكل المظهر أو تجميل أو اهتمام بهواي معيني أو أشياء لها علاقة بتغيير المزاج الأجواء إيجابية حاول أنك تستغلها وما تخلي الأمور اللي بتيجي بشكل مفاجئ إنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على المستوى المالي شيئا ما ولكن بالمقابل دك تحذر من المصاريف أو التقلبات أو الالتزامات بالفترة هاي لأنه هاي بتدفعك لصرف الفلوس فعشان يقدك تكون محطاق حاول إنك تضبط ميزانيتك بشكل جيد بدون تسرع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل عندك سرعة أو قدرة على الإقناع عالية جدا رغبة بالتنقلات عالية جدا برضو على مستوى الدراسة لأمور جيدة فممكن اليوم يعني تنشط بامتحان أو بمقابلة بشكل ممتاز الأهم إنه دون عصبية ودون تسرع برضو في نوع من أنواع التعامل رح يكون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالزهرة موجودة ديروا بالكم من بعض الخلافات اللي إلها علاقة في البيت أو مع أحد أفراد العائلة أو نقاش أو يتسرب موضوع شوي يفتح لك يعني مجال أو يفتح مجال للنقاش أو معاتبتك أو محاسبتك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة المنزلية بشكل روتيني بدون نقاشات وبدون خلافات أما بالنسبة للبيت الخامس فبتظل الرغبة قوية للتقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا إذا استغليته بشكل ممتاز إن كان عاطفيا أو ماليا أو حتى على ممارسة هواية أو تحدي تشعر بالطمأنينة والراحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا عطارد بساعدك في إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الأمور الصحية أو تنشط لبعض الفحوصات أو إجراء بعض التحاليل يعني الحظ بيدعمك شوي في هذا المجال وفي منكم ممكن يحصل على عمل ما أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الروتينية بطريقة التعامل ما بينكم وبين الشركاء يعني على حسب طبيعتكم ما بتتعاملوا خلال هذا اليوم ممكن تدخلوا بحوار أو نقاش معين أو يكون الجو مناسب لمصالحة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على المستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابي ولا سلبي ولكن التحذير اللي بحذر منه أنه حاولوا أنكم تحافظوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو الإصراف الغير مدروس أو إهمال قضية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالمشتري بيدعم مواليد العشرية ثانية أو آخر مواليد العشرية ثانية في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو القضايا أو الدراسة أو حتى أمور إلها علاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات أو ممارسة الرياضة ولكن مواليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من بعض التقلبات اللي بتيجي بالمزاج أو العصبية أو الاندفاع أو التهور في بعض المسائل وإذا كان عندهم امتحان أو مقابلة بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة نقدر نقول إنها روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم خلال هذا اليوم وفي منكم رح يكون له نشاط ما بينه وبين زملاء أو رؤساء بالعمل أو إنجاز عمل بشكل مشترك أما بالنسبة لبيتك 11 فنبتن يعني بيعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالوسواس أو القلق من أحد الأصدقاء أو شك في أحد الأصدقاء أنه بيتأمر عليك أو ممكن أنه بيحاول أنه يستغلك حاول أنك ما تستسلم للشكوك والأوهام برضو في نفس اللحظة أضبط عصابة قدر الإمكان ما تدعو دخل بأي خلافات مع أحد الأصدقاء اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بعمل إنساني أما بالنسبة لبيتك 12 فالمريخ طبعا هو الموجود في بيت المتاعب هو اللي براكم بعض الأعمال أو بضغطك على مستوى العمل وبرضو بيجيب بعض التقلبات الصحية لبعض موليد برج التور وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم اللي بدهم ينتبهوا أكثر على عملهم على صحتهم من بعض التقلبات أو بعض المخاطر ولكن ما يخلوا الأوهام هي اللي تسيطر عليهم ويعيشوا بالوهم برج الجوزاء طبعا اليوم القمر صار تربيع مع برجك يعني في بيتك الرابع فعشان هيك هو بموقعه هذا شوي بيكون ضغط أو بسبب لك بعض الإرباكات والتركيز رح يكون على مسائل إلها علاقة في البيت إلها علاقة بالعائلة إلها علاقة ببعض الأعمال الداخلية أو الخاصة فعشان هيك حاول تضبط عصابك ما تندفع ما تتهور ما تغضب كثير وما تزعل كثير وما تحتد كثير يعني حاول إنك تضبط عصابك من التقلبات اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ أو الأحداث اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي جيد خلال هذا النهار فكثير منكم ممكن يحصل بعض المكاسب أو الأرباح أو بعض الحلول لوضع مالي معين ولكن الأهم عدم المجازف والمبالغة في مصاريفكم يعني بدك تكون حذر وتحسب مصاريفك بشكل جيد بالفترة هاي لأنه فترة متقلبة فعشان هيك ممكن تحدث بعض البلبلة أما بالنسبة للبيت الثالث فالزهرة بتدفعك للمغامرة والمجازف والاتصالات حاول أنك تكون واضح أثناء حديثك أو حواراتك أو جدالاتك أو نقاشاتك بدون عصبية لأنه ممكن تنفهم غلط أو يتحسس الأشخاص من حواليك أو أنت تتحسس من موقف معين في منك رح يكون له اهتمامات بأعطال إلها علاقة إما بالسيارات أو كهربائيات أو إلكترونيات فعشان هيك قدر الإمكان ضبط العصاب مطلوب وما تتحسس أثناء تعاملك مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء الروتينية على مستوى البيت شيئا ما ولكن بما أنه القمر صار موجود والشمس موجودة فكثير منكم رح ينشغل في تنظيم أمور البيت أو أموركم البيتية والعائلية ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعر ببعض الحزن أو التعب ممكن تبحث عن ملاذ آمن خلال هذا النهار يعني هيك تقعد في زاوية تقعد في غرفة لحالك تحاول أنك تعمل أعمال منفصلة ما تحاول تحتك بأفراد العائلة شيئا ما أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس إلك فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة وبرضو بتعمل عند بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوها بشكل إيجابي تعمل تقارب جيد ما بينهم وبين أفراد العائلة أو يهتموا بمسائل إلها علاقة بعقار أو شراء بيت أو ترحيل أو استئجار منزل جديد أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس بيدعمكم عاطفيا عندكم قدرة هائلة جدا على التحاور على الاتصالات وخصوصا مع الأحبة عندكم نشاط عالي جدا وقدرة على الإقناع ذات دمثين مرغوب فيكم ملفتين للنظر للجنس الآخر بشكل كبير وفيه نوع من أنواع التواصل الرائع ما بينكم أهم شيء دون تسلط دون فرض الرأي دون كلام مبهم يعني يكون واضح بتلاقي الرسالة وصلت والتوافق ما بينكم صار ممتاز أهم شيء بدون كثرة كلام بأشياء ما إلها داعي بالفترة هذه لأنه هي اللي ممكن تسبب لكم مشاكل وما تسمح لتقلبات المزاج إنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى مسائل إلها علاقة في العمل فممكن تنجز بعض الأعمال أو بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالعمل وفيه منكم راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة وممكن تطلع نتائج بشكل إيجابي أهم شيء تحافظوا على صحتكم وتحافظوا على عملكم أما بالنسبة للبيت السابع فعلاقتكم ما بينكم وبين الشركاء الروتينية وخصوصا ما بين الأزواج ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا أهم شيء إنكم تنجزوا الأعمال المشتركة بشكل جيد تخلي فيه نوع من أنواع الحوار الواضح ما بينكم والأمور بتكون طيبة طالما أنتوا ما دخلتوا بخلافات ونقاشات وفرض الرأي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الجدي بيدعم موليد العشرية الثانية والأولى بيدعمهم على مسائل إلها علاقة بالقروض أو الديون أو المساعدات أو الدعم المالي اللي بتجيهم يعني من إما حقوق لإلهم أو يعني أشياء داعمة لوضع معين ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من الضغوطات أو التهور في مسألة مالية أو الرغبة في أموال الغير يعني نوع من أنواع الإحتيال أو نوع من أنواع هيك إنه العين بتصير إلها رغبة بأموال الغير أو أغراض الغير أو حاجات الغير أو تملك أشياء فبتكونوا حاذرين من نقطة الضعف هاي لأنها هي اللي رح تكون ضغطة عليكم خلال هذا اليوم وديروا بالكو على أموالكم من السرقة والضياعة أما بالنسبة للبيت التاسع فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع أشخاص خارج البلاد أو اتصالات أو تواصل أو حوارات أو نقاشات أو امتحانات أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو القضايا القضاية كلها هاي بتتعاملوا فيها بشكل روتيني على حسب طبيعتكم ممكن عندك رغبة بالسفر أو التنقلات خلال هاي الفترة ولكن الأمور ممكن ما تكون لصالحكم أو ما تفتح لكم الأبواب اللي أنتوا بدكوا إياها أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلكوا لا تغامروا لا تجازفوا لا تدخلوا بأشياء مشبوهة ما في داعي للمغامرات أو المجازفات بالفترة هاي حاولوا أنكوا تنجزوا عمالكوا بشكل روتيني بدون مخالف للقوانين برضو ما تدخلوا بأي خلافات أو جدالات ما بينكوا بين زملائكوا أو رؤساكوا بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء من المريخ يعني شوي بتخليه يخيف ظنك في بعض الأصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ولكن احذر من مزاجك وتقلب المزاج وحديث الطباع أو الكلام اللاذعب والجارح اللي ممكن يتوجه لبعض الأشخاص يعني بدك تكون حذر من هاي النقطة لأنها هي اللي ممكن تسبب لك بعض الخلافات وخصوصا موليد العشرية الثالثة اللي بدهم ينتبهوا أكثر شيء يمكن مضوحك أو صراحتك في لحظة هاي يكون جارح الزيادة عن اللزوم ضبط الأعصاب ضبط اللسان وضبط التهورات بالإيد يعني إنك تصل لمرحلة مد اليد هاي بدك تكون منتبه لها أما بالنسبة لبيتك 12 فتقريبا أورانوس اللي بيحدث مفاجآت إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة فهاي المفاجآت إما إيجابية أو سلبية على حسب وضعك فعشانيك بدك تنتبه من تقلبات على مستوى العمل أو أعمال بشكل مفاجئ أو مشكلة في مكان العمل أو مشكلة صحية أو رقابة صحية يعني تشعر بنوع من أنواع التوعق إلك أو لا أحد الأحبة أو الأقارب برج السرطان طبعا اليوم فيه نشاط عالي جدا عندكو رغبة لإنجاز كثير من الأعمال وعندكو برضو قدرة على الاتصالات وتوصيل المعلومات أو التواصل مع المحيط أو المجتمع بشكل جيد أهم شي ضبط العصاب وما في داعي للحدية بالعكس اليوم تقدروا تستغلوا الأمور بشكل جيد وتتواصلوا بشكل جيد المهم أنه تستغلوا هذا النشاط أو الطاقة اللي موجودة عندكم لأنه عندكو كثير من الأعمال وما رح تهدأ وتردكم من كثر الحركة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء عام من الزهرة هي اللي بتضغط أو بتعمل قلق أو اهتمام بوضع مالي معين يعني شوي ممكن تلجأ لبعض المصادر لمساعدتك ماليا أو داعم مالي هيك مؤقت أو نوع من أنواع المجازة في السريعة في أمور مالية أهم إش أنك ما تغامر بشيء ممكن يكون من وراء خسارة الأوضاع المالي شوي حرج بالفترة هاي أدير بالك من المحتالين والنصابين اللي ممكن يستغلوك بوضع مالي معين أو تستعطف بمسألة مالية معينة فتروح إلا أنت ضغط حالك ماليا لأجل الغير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء طبعا ممتازة جدا اليوم كونوا أكثر وعي بس على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم بسجل لقاء مهم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة يعني والفترة المقبلة الأجواء إيجابية ودعملة إليك على هاي المسألة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت فبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية المنزلية وممكن يكون فيه تقارب جيد أو مناسبة أو اجتماع أو لمة أو حوار عائلي في لحظات ممكن يكون حاد شوي داك تنتبه من هاي النقطة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء الروتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني تعاملكم مع الأحبة بكون بشكل روتيني في بعضكم ممكن يهتم بشأن أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو بمشكلة بتعرض لها أحد الأحبة ما يعني بتبادر لمساعدته أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة في بعض المسائل ولكن من كثرة الأعمال اليوم ممكن في أعمال أن تتأجلها أو تلغيها أو ما تهتم فيها بشكل كامل وممكن تهتم بأمور إلها علاقة بمراجعة الطبيب أو إنجازات بعض الأعمال اللي بتتعلق في المسائل الطبية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تقريباً منقدر نحكي لأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن يعني عمل مشترك أو إنجاز عمل أثناء التعامل مع شريك أو مع أحق الزوج أو شريك المال ممكن تهتم ببعض المسائل اللي كلها بتتطلب عمل مشترك يعني فيه إنجازات جيدة وإهتمامات جيدة وممكن يكون فيه اليوم نوع من أنواع المصالحة لكن موليد العشرية الثالثة بدهم يكونوا حذرين من بعض الخلافات أو النقاشات أو الجدالات اللي ممكن تصل لحد يعني مشاحنة عالية جداً أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء منقول لأنها تقريباً يعني روتينية على مستوى الاهتمام بالأموال المشتركة اللي هي أموال الغير أو الأموال اللي ما بتعود لك بدك تنتبه بشكل كبير لهذه المسألة ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأي منافسة مالية أو مشروع بدون دراسته والتأكد من حيثياته إيجابية وسلبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالرغبة في أمور السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد عالية جداً ولكن ما تخلي العواطف هي اللي تسيطر عليك دك تكون عقلاني أكثر تدرس الأمور بشكل جيد وتتحقق الأدلة في أي معلومة أو أي موضوع بنفتح معك إلو علاقة إما بسفر بأجانب بشركات خارجية بتعامل مع أشخاص خارج البلاد بأوراق قانونية قضائية كلها هاي بدك تكون عقلاني فيها إذا عندك امتحان أو مقابل بدك تدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالمريخ طبعاً موجود فهنا بنرجع من عيد نفس العبارة موليد العشرية الثالث تحديداً ما في داعي للمجازفي ما في داعي للمغامرة ما في داعي لتشويه السمعة ما تخالف القوانين وبرضو ما تبلغوا بملذاتكم بالفترة هاي لأنه شوي إحنا قاعدين بنحكي عن المريخ بنحكي عن شيء غلط بنحكي عن مصائب كوارث ممكن تيجي بتشوه بالسمعة فحاول تحافظ على سمعتك قدر الإمكان بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فممكن تنشطه ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء لقاءات دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء معين ممكن يكون عندك ولكن ممكن تيجي أشياء بشكل مفاجئ أو أحداث بشكل مفاجئ إما تنزعج منها أو مساعدة بشكل مفاجئ لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 فما في تأثير على بيت المتاعب يعني بتنجز أعمالك بشكل جيد خلال هاي الفترة ممكن تنجز أعمالك يعني بطريقة حتى لو تعمل ساعات إضافية عندك قدرة على هذا الأمر وبرضو عندك قدرة على الاهتمام بالوضع الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تصير ولكن الاهتمامات ممكن تكون على صحة أحد الأحبة أكثر طبعا اليوم رح يكون القمر في البيت الثاني هو والشمس موجودين في البيت الثاني عندك فعشان هيك اليوم التركيز رح يكون على الوضع المالي أكثر أو مكاسب مالية أو إيجاد حلول مالية خلال الفترة القادمة لأنه شوي ممكن الأجواء تكون صعبة أو فيها نوع من أنواع صعوبة يعني المستوى المالي أو مصاريف أو ضغوطات مالية أو قلق من وضع مالي معين الأجواء النفسية أحسن مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وعندك رغبة للانطلاق بشكل كبير أهم شيء أنك تستغل الفرص المتاحة والغير متاحة يعني ابحث عن الفرص أنت لحالك أما بالنسبة للبيت الثاني فزي ما حكينا أنه القمر والشمس موجودين أهم شيء أنك تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود أحدد أهدافك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحركة ولكن عندك تحذر الكلام اللاذع أو الجارح وتكون واضح بطرحك أو بطريقة حوارك ممكن شوي ما ترغب في بعض الاتصالات أو تنزعج من بعض الاتصالات ولكن إجمالا الأجواء بتدعمك بشكل قوي وعندك قدرة على الإقناع عالي جدا ممكن اليوم يكون لك اهتمام بموضوع العلاقة بالاتصالات أو بالسيارات أو بالتنقلات أو حتى بعلاقتك مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تصل لحل أو لحوار أو لنقاش معين يكون لمصلحتك أو للمصلحة العامة ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية أو المنزلية أو يكون لك يعني بعض الاهتمامات بتصليحات أو ترميمات ولكن احذر من المصاريف المنزلية أو العائلية اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فطريق التعاملك مع الأحبة الروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني صحيح الزهرة موجودة عندك بتدعمك ولكن وجودها زي ما حكينا هو سلبي شوي بيعمل تقلبات أو مخاوف عندك أو رهب من مسألة معينة حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك تبعد عن العنف قدر الإمكان أثناء تعاملك مع الأحبة وخصوصا مع الحبيب أو مع الأبناء أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني شوي بتعطيك نوع من أنواع الإيجابيات على مسائل إلها علاقة في العمل إلها علاقة بالصحة بعضك رح يهتم بمسائل أو بعمل جديد أو إنجاز عمل جديد بالفترة هاي وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي بتيجي بشكل مفاجئ على المستوى الصحي اللي بتطلب نوع من أنواع الإهتمام أو مراجعة الطبيب أو أخذ بعض العلاجات أهم إشي ما تهمل عملك وما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الروتين على طريقة التعامل ما بينك وبين الشريك ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع شركائكم ممكن تكون فيه مرافقة لأمر ما أو يعني محابق هي قلق على صحة الشريك أو على أمور إلها علاقة بالزوج ممكن مصالحة أو حوار ما ولكن حاول إنك تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة ممكن تلجأ لدعم أو لتحصيل مكسب مالي معين أو تهتم بأموال الغير أو مسائل قانونية مالية تهتم فيها خلال هذا النهار الأجواء بتدعمك ولكن ما تخلي الوهم يسيطر عليك أكثر يعني بمعنى آخر يعني كون منطقي وعقلاني في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ ما زال ضاغط خصوصا على موليد العشرية الثالثة في مسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الأوراق القانونية أو المعاملات أو سفر أحد الأحبة أو حوار مع أشخاص خارج البلاد أهم إشي اللي عنده امتحان أو مقابلة أو تنقلات على الشوارع المفتوحة بده يكون حذر وديروا بالكم من مخالفة القوانين أو إهمال قضية ما أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة طبعا هنا أورانوس اللي بيحدث مفاجآت ومغامرات فعشان هيك ممكن في أي لحظة يظهر أي شيء غير متوقع على الساحة فعشان هيك تدير بالك تشويه سمعتك ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين ولا حتى للخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ضبط الأعصاب مطلوب وعدم التهور برضو مطلوب أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقتك مع أصدقائك روتينية بتتعامل على حسب طبيعتك ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذه الفترة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية خلال هذا اليوم وهذا بساعدك على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام ببعض الشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة ولكن إجمالا عندك قدرة على إنجاز أعمالك أو البدء بعمل جديد أو تدعيم وضعك من خلال عمل ما أو فتح باب رزق جديد إلك أو ممكن الاهتمام بشؤون صحية كمراجعة طبيب إلك أو لأحد الأحبة برج العذراء طبعا اليوم القمر صار موجود عندكم هو الشمس وهذا بيدعمك بقوة عالية جدا فاليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة في مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وممكن تجتهد في إنجاح مشروع جديد أو حماسة ووضوح في الأفكار بتكون عندك عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء المالية ما زال فيها نوع من أنواع التقلب ولكن اليوم عطارد رح يساعدك في بعض المسائل أو تحقيق بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني الأجواء فيها إيجابية داعمة لك أهم إشي أنك تستثمر الوقت وتستثمر القدرات المالية ممكن أحد الأشخاص يساعدك في مسألة مربكة اللي علاقها بالوضع المالي وممكن تحقق بعض الإنجازات اللي تساعدك أهم إشي أنه ما تبالغ بمصاريفك وما تبالغ بالمجازفات المالية يعني بدك تكون حذر أثناء تصريف أمولة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ورغبة بالتواصل والنقاش في منكو رح يبدأ أو يبدأ في عملية تسويق لسلعة معينة أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة أو شراء شيء له علاقة بأثاث أو مكملات منزلية وطبعا في منكو رح يكون له نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم إشي ضبط الأعصاب وتكون بنقاشاتك واضح يعني واضح الطرح وواضح الرؤية ما في داعي للحدية ولا التزمت بالرأي استخدم ذكائك لإصال المعلومة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا على مستوى البيت ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المنزلية خلال هذا اليوم أو إنجاز بعض الأعمال البيتية أو ممكن تظهر بعض المسائل اللي تكون مربكة إلها علاقة إما بمصاريف زيادة أو مشكلة معينة أو خلاف أو يعني نقاش معين إلو علاقة بالبيت أو مع أحد أفراد العائلة أو اهتمام بمسألة إلها علاقة بالعقار أو بالأثاث أو بالمشتريات يعني بدك تكون حذر من هاي النقاط لأنه شوي الوضع على علامة استفهام على مستوى البيت أو نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا يعني نقدر نحكي أنه الأجواء العاطفية جيدة والحضوض بلشت تدعم لموليد العشرية الأولى العشرية الثانية هذولا أكثر ناس بيستفيدوا من عودة المشتري للحركة الأمامية العشرية الثانية أكثر من العشرية الأولى العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من خلافات أو نقاشات أو جدالات ما بينهم وبين الأحبة الحضوض ما زالت ضعيفة شوي يعني ما بتدعمهم بقوة بسبب تراجع الزهر إذا تزحل وبلوتو يعني كمان لنهاية الشهر لا ينتهي زحل من التراجع بتصير الأجواء إيجابية أكثر وبتدعمكم بقوة أكثر أهم شيء ما في ذاعي للخلافات أو النقاشات أو فرض الرأي على الأحبة وخصوصا على الأبناء أو على أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى العمل على مستوى الصحة ممكن تنجزوا بعض الأعمال بشكل روتيني ممكن تشعروا بالتعب من بعض الأعمال يعني تلاقوا صعوبة في إنجازها وفي منكم ممكن يشعر ببعض التواعكات ويحتاج لمراجعة الطبيب أو لا استفسار ما عن وضع طبي ما أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء من نبتون بتعزز بعض النقاط وقوتها أثناء التعامل مع الأحبة في منكم ممكن يعيش بوهم أو أفكار أو قلق معين أو تدقيق على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشريك أو بالزوج أو ممكن بعض الأوهام اللي إلها علاقة بالغيرة والشك أو يعني هيك تحس إنه الزوج بخونك الزوجي بتخونك بعلاقة ثانية شغلات زي هيك كلها بتكونوا حذرين منها ما تخلوها تتفاقم بدون دليل أو بينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا المريخ بيضغط على الأموال المشتركة فما زالت الأمور اللي إلها علاقة بالأموال ضاغطة فعشان هيك بتكون تضبطوا عصابك وقدر الإمكان ما في داعي للتهور ما في داعي للعصبية ما في داعي للحدية يعني بمعنى آخر حاولوا إنكوا أنتوا تتعاملوا بالأمور المالية المشتركة بطريقة عقلانية لأنه ضغط المريخ بدائما بيدفعك للمجازفات وللملذات وللمبالغات المالية فعشان هيك بدك تكون حذر أثناء تصريف أمورك وأثناء إدارة أعمالك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء من أورانوس بتحدث أشياء مفاجئة إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أو المقابلات بتيجي بشكل مفاجئ أو حتى عمل بمؤسسات كبيرة ممكن يجي بشكل مفاجئ أهم شيء أن تحذروا أثناء تنقلاتكم وإذا كان عندكم امتحان أو مقابلة يعني بدكوا تكونوا جاهزين مش يعني تتفاجئوا بس يصير الامتحان هيني خبرتكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء الروتينية على مستوى بيت السمعة ما في أي مخاطر ما في أي خوف ما في أي قلق يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم بعملكم على مستوى السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم ولكن ما توجه انتقادات لا دعاء لا أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 يعني الزهرة موجودة منتحسة فهي شوي بتضغط على شيء إلو علاقة بالعمل أو بتراكم عمل ما أو بتظهر بعض المشاكل الصحية عندك أو تقلبات الصحية برج الميزان طبعا اليوم انتو بتبدأوا بمرحلة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه القمر زي ما حكينا موجود في بيت المتاعب بما أنه موجود في بيت المتاعب اليوم وبكرة فعشان هيك بتكونوا حذرين بالفترة هاي لأنه الفترة هاي شوي بتعمل نوع من أنواع القلق أو التوتر أو تعطيل بعض المسائل أو أشياء ممكن انها تمروا في فترة محبطة في بعض الأمور ممكن ما تمشي الأمور زي ما بدكوا أو تتعطى الأمور أو تلتغي أمور في آخر لحظة عشان هيك ما تتفاجعوا بدكوا تكونوا متهيئين لهاي الأمور وبرضو حاولوا أنه تخلوا أمور كروتينية في اليومين هدول مع ضبط الأعصاب بتلاقي الأمور بتمشي بشكل جيد ويوم 17 مجرد ما القمر وصل لعندكم اعتبروا أنه الأمور كلها رح تتغير بشكل إيجابي ورح تشعروا بطاقة غريبة وطاقة قوية بتساعدكم في كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء يعني روتينية على مستوى الأمور المالية في منكم ممكن يهتم ببعض المسائل المالية أو يحصل بعض المكاسب المالية ولكن يعني الحذر من المصاريف لزياده هو المطلوب أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم روتيني على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات أو التواصل مع الغير اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يكون دارس ومستعد بشكل جيد أثناء حواراتك أو نقاشاتك مع الإخوة والجيران بدك تكونوا حذرين حاول توصل الفكرة أو المعلومة بطريقة مختصرة بوضوح بدون مواربة أو لف أو دور لأنه شوي ممكن تنفهم غلط خلال هذا النهار وهذا الإشي ممكن يعصبك أو يخليك تحتد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت بنحكي إنها جيدة شيئا ما بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة بالعكس اليوم فيه نوع من أنواع التقارب الإيجابي رغم زحل وبلوتو إلا إنه الأجواء بتحمل نوع من أنواع السلمية على داخل البيت أو الاهتمامات البيتية الجيدة اللي ممكن تعزز بعض النقاط بقوة لإلك أو تعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة صحيح إنه ممكن تظهر بعض الأنشغالات أو بعض الأعباء أو بعض المصاريف ولكن إجمالا مش بضغط الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء الروتينية على مستوى العاطفي فعشان هيك بتتعامل مع الأحبة برضو بشكل روتيني ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أو على أمر معين بتعلق بأحد الأحبة بالفترة يعني بتطلب منك الهدوء والصبر والحكمة أكثر بالتعامل وخصوصا أمر بتعلق بالحبيب أو بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا اليوم في ضغط كبير على مسائل العمل فممكن يتراكم العمل عندكم أهم شي تنجزوا العمال الضرورية والمهمة وبرضو لاهتمام بالوضع الصحي مطلوب يعني ما تهمل صحتك أو صحة أحد الأحبة حاول أنك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالمريخ ضغط ما زال على العشرية الثالثة تحديدا بأمور الشراكة فهو اللي بيخلي شوي الأجواء صعبة أو فيها صعوبة أثناء التعامل مع الشريك أو مع الزوج أو الزوجة أو خلاف أو سوء تفاهم سريع ممكن يتفاق المصير لا يتوصل لحدية بالطباع أو خلاف أو نقاش ضبط العصاب مطلوب وما في داعي لتصعيد الخلافات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالوضع المالي فممكن تظهر بعض المكاسب المالية أو بعض الحلول المالية خلال هذا النهار أو تهتم ببعض المسائل اللي تحصيل بعض الأموال اللي لا إلك ولكن بدك تدير بالك من بعض المجازفات أو المغامرات أو المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ عشان هيك ديروا بالكوا على أموالكوا من السرقة والضياع أو من بعض المحتالين اللي ممكن يتآمروا عليكوا بالفترة هاي أو يوقعوكوا بشراك النصب يعني ينصبوا لكوا شباك هيك فينتصب عليكوا وتروحوا فلوسكوا فابدكوا تنتبهوا ما تخلوا حدا يغرر فيكوا حاولوا أنكوا تتعاملوا بالأمور المالية بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت التاسع فالاهتمامات الروتينية يعني بتهتموا على حسب طبيعتكم بالأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شي اللي عنده امتحانة ومقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ وبدكوا تنتبهوا أثناء ترقلاتكم بالسيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء الروتينية على مستوى بيت السمعة ما في أي مخاوف فعشان هيك بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع المحيط وممكن اليوم تنجز بعض الأعمال بشكل مشترك أو توكل المهمة لأحد إنه يساعدك في مسألة ما إلها علاقة بالعمل السمعة يعني تقريبا أن تقدر تحافظ عليها لحالك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم الأجواء جيدة فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تساعد بلقاء بعض الأصدقاء ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة بمساعدة صديق أو يعني تساعد بلقاء صديق يجي لزيارتك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيتطلب منكم بالانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر التعب على بعضكم ممكن يكون يعني يصل لمرحلة مراجعة الطبيب بتفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة الأمل طبعا اليوم القمر موجود في بيت الأصدقاء بيتك 11 بيت حليف لا إلك بيدعمك بقوة وهذا بيخلي عندك نشاط عالي جدا لدرجة أنه ممكن ما تهدأ وطيرتك من كثرة الحركة ولكن أنا بدي أنبهك لنقطة حاول تستغل هذا اليوم لإنجاز كل أعمالك أو الأعمال الضرورية والمهمة اللي ممكن أنك أنت يعني تستعجلها بدل ما تعملها بكرة اعملها اليوم لأنه أنت عارف أنه الفترة القادمة القمر بده ينتقل لبيت متاعبك فهذا الإشي رح يسبب لك نوع من أنواع لإرباك في يومين وربع ويعطل بعض المسائل وما تمشي معك المسائل مثل ما بدك فعشان هيك ما في داعي للتأجيل حاول أنك تستغل الفرصة اللي لما يوصل القمر لبيت متاعبك تكون أنت مستعد للأمر بدون أشياء ضرورية ومهمة تتعطل بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالمال فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية أو بعض الاهتمامات أو بعض المشتريات أهم شيء أنك ما تبالغ بالملذات والمصاريف وإحمي أموالك من السرقة والضياع أو المصاريف لزيادة الماء الهداعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات اليوم أنت نشيط باتصالاتك لقاءاتك حتى بتنقلاتك عندك طاقة عالية جدا ورغبة بإنجاز كثير من الأمور ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالسيارات أو الإلكترونيات أو الأجهزة الإلكترونية أو علاقة مع أخ أو جار أهم شيء اللي عنده امتحانة أو مقابلة اليوم جيد ممتاز بدعمكم ولكن الدراسة والاستعداد بكون أفضل لهاي الأمور وأثناء تنقلاتكم بتكونوا ديروا بالكم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية على مستوى البيت فممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو العقارية اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام ممكن تنشغل ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمشتريات أو بعض الديكور أو التغييرات أو مستلزمات منزلية يعني فيه مصاريف بدك تكون حذر منها وترتبها بشكل جيد وممكن مناسبة أو خبر عائلي معين تهتم فيه خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن اليوم تفتح لك مجالات التواصل مع الأحبة أو تقرب منهم أو حل موضوع معين أو التفاهم على مسألة معينة لأجواء العاطفية الممتازة والاهتمامات بالأحبة برضو ممتازة ممكن تهتم بأحد الأحبة أو بأحد الأبناء أو بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالمريخ طبعا بضغط على مسائل إلها علاقة بالأعمال خصوصا لموليد العشرية الثالثة بتجيب لهم خلافات أو تعطيل أو صعوبة بإنجاز بعض الأعمال وفي منكو راح يكون له تقلبات على المستوى الصحي وخصوصا أمور إلها علاقة بالالتهابات أو إلها علاقة بالمسالك البولية أو إلها علاقة بالأعصاب يعني الصداع، الأمر راقبي، الأكتاف، شد العضل هذولة بتكونوا حذرين منها أما بالنسبة للبيت السابع فتقريبا الأجواء نقدر نحيي أنه فيها نوع من أنواع المفاجآت أثناء تعاملكم مع الأحبة أو مع الأزواج تحديدا فممكن تتفاجأوا إما بموضوع أو بخطوة أو باتفاق أو بقرار يعني حاولوا أنه تكونوا مهيئين لهاي الأمور وما تتفاجأوا وما تدخلوا بخلافات يعني تقبلوا بالأمور وناقشوها بطريقة عقلانية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني اهتماماتك على مستوى الأموال المشتركة بتكون روتينية أهم شيء أنه ما تغامروا بمستوى مالي أو بوضع مالي معين ما تجازفوا ما تدخلوا بأشياء ممكن أنه تخسروا من خلالها فلوس يعني ما فيه داعي للمغامرات كلها بدها دراسة واستشارة أهل الإختصاص وبدكوا تحذروا من بعض النصابين والمحتالين أو المتلاعبين بالكلام اللي ممكن يستغلوكوا اللي عنده قضية مالية أو اهتمامات مالية بده يكون يعني مستعد بشكل جيد وما يهمل لا شاردة ولا واردة لا إنجاز أموره أما بالنسبة للبيت التاسع تقريبا يعني برضو اهتماماتك بأشخاص خارج البلاد روتيني ممكن تجري بعض الاتصالات مع بعض الأشخاص أو تهتم بمواضيع العلاقة بالسفر أو سفر أحد الأحبة أو ممكن نقاش موضوع له علاقة بدورة معينة أو بحث علمي أو دراسة اللي عنده امتحان جامعي أو عنده تنقلات بده يكون حذر ومستعد ويتفقد أوراقه ومستلزماته بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا الزهرة ومنتحسة ما في داعي للمجازف ولا المغامرة ولا لمخالفة القوانين بالفترة هاي يعني حاول تنجز أعمالك بشكل جيد وتهتم بأمورك بشكل جيد بدون خلافات ولا نقاشات ولا تشويه سمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء طبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى واحد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات بالفترة هاي يعني أي شيء لمصلحتك حاول تقدم عليه أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا عطارد بيدعمك في بعض المسائل فممكن تنجز بعض الأعمال أو يكون عندك نشاط لإنجاز بعض الأعمال أهمش أنك ما تتسرع ودقق بتفاصيل أعمالك قبل إنجازها وبرضو في نفس اللحظة بيدعمك على مستوى إلو علاقة بالصحة فممكن يعني الأمور المرضية أو الأمور اللي تتعب من خلالها تكون عرضية وسريعة يعني علاجها سريعة وتجد علاجها بسرعة أهمش أنه ما يكون فيه نوع من أنواع التأجيل للأمور هاي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع التحالف أو التقارب ما بينك وبين أحد الأحبة إما لزيارته أو لمرضه برج القوس طبعا اليوم القمر موجود تربيع معاكم هو في بيت مش حليف للكم عشان هيك شوي بيخليكوا مندفعين أو متهورين في بعض الأوقات إن كان باتخاذ القرارات أو بالتحدث أو بالكلام وبيخليكوا مش مفهومين يعني اللي يقبالك والأشخاص اللي بتعاملوا معكوا ما رح يفهموكوا بسهولة فعشان هيك حاولوا تكونوا واضحين قدر الإمكان بطرحكم بحواراتكم وبدون عصبية وبدون حدية يعني شوي بتكوا تحافظوا على سمعتكم وعلى تفاهمكم مع الأحبة قدر الإمكان هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه في نوع من أنواع الاهتمامات قسم كبير من موليد العشرية الأولى والثانية تحديدا رح يحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي إما من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو حتى ممكن إنها تحويلات أو أشياء لها علاقة بدعم مالي معين موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من المصاريف والدفعات أو الإرهاق المالي في بعض المسائل أو يعني قلق من وضع مالي معين بدكوا تحافظوا على مصاريفكم وعلى أموالكم من السرقة والضياعك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها معنى روتينية على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بمعنى آخر على حسب طبيعتكم على حسب وضعكم تتعاملوا أهم شيء اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض اللي عنده تنقلات أو حركة بده يحذر أثناء الحركة أثناء التنقلات ما في داعي للتهور وما في داعي للمجازفات والمغامرات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن شوي يكون في خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو مسألة عائلية شوية تكون مربكة بالفترة هاي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بشكل مباشر يعني بمعنى آخر ما تهملوا الأمور البيتية وخلي في تقارب جيد بدون عصبية وبدون حدية أو انفعل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي يعني شوي موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا أثناء تعاملهم مع الأحبة لأن الفترة هاي عرضة للعلاقات الضعيفة إنها تنفصل دون عودة وبشكل عنيف فعشان هيك بدكوا تحذروا من الخلافات والنقاشات مع الأحبة موليد العشرية الأولى والثالثة الثانية ممكن أنه يكون عندهم بعض النشاط أو الحيوية أو تقرب من أحباهم أو الحوار معهم ولكن الكلام الواضح وبدون عصبية وبدون برضو حدية بالطباع المخاطر أكثرها على موليد العشرية الثالثة آخر العشرية الثانية ممكن أثناء تعاملكم مع الأحبة أو مع الأبناء حاولوا ما تفرضوا سلطتك أو سيطرتك أو كلامكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل يعني ممكن تظهر لك بعض الأعمال بشكل مفاجئ أو تقلق بسبب عمل معين أو إنجاز عمل معين يطلب منك الاهتمام بشكل كبير ما تهم الأعمالك وما تأجلها حاول تنجزها بوقتها وبرضو اهتم لصحتك من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية للتحاور أو الحوار ما بينكم بين شركائكم على حسب طبيعتكم طبعا في منكم وممكن يدخل بنقاش حاد أو ينزعج من مسألة معينة أو ما يعرف يوصل المعلومة للزوج في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على طريقة التعامل بالأموال المشتركة فاهتماماتكم بتكون على حسب طبيعتكم على حسب أوضاعكم المالية في منكم رح يهتم ببعض المسال اللي إلها علاقة بالبنوك أو ضريبة أو تأمين أو مستردات مالية ولكن حاولوا قدر الإمكان ما تجزفوا وتغامروا وتدخلوا بمشاريع شوي تكون شائكة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا يعني بتركز على أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم إشي اللي عنده امتحان بده يدرس ويستعد بشكل جيد اللي عنده تناقلات بده يحذر على الطرقات المفتوحة في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بنقاش سياسي أو فلسفي أو دورة معينة أو إشي العلاقة بعلم جديد أو بحث في مسألة علمية جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيه والشمس موجود برضو في نفس المكان بوسع كل محافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسم للبحث أو للي بيبحث عن عمل أهم إشي أنكم أتجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم تنشط ببعض اللقاءات أو التعامل مع الأصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتساعدك بقوة وممكن أنك تعزز علاقاتك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء الروتينية على مستوى بيت المتاعب إنجز العمال الضرورية والمهمة اهتم لصحتك من بعض التقلبات وبرضو ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو القيام بزيارة أو الاهتمام بإشي العلاقة بالأدوية أو العلاجات برج الجدي طبعا اليوم مميز جدا القمر انتقل للبيت التاسع عندك وهذا الإشي رح يعطيك طاقة كبيرة وجيدة ورح يساعدك في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل يعني والدراسة والبحث والنشاطات بأنواعها يعني الأجواء إيجابية ودعمة وتعتبر هاي من الأفضل الفترات خلال هذا الشهر فحاول أنك تستغلها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول زي ما ذكرنا البيت الثاني بيدعمك على مستوى مسائل إلها علاقة بالأمور المالية صحيح أنه ممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء المالية أو الالتزامات بالفترة هاي اللي بتطلب منك ترتيب الوضع بشكل جيد أهم إيش إنك ما تجازف بمصاريفك وابعد عن المصاريف لزيادة وحاول إنك ما تغامر يعني أو تدخل بمشاريع بدون دراستها بشكل علمي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات على مستوى الحوارات على مستوى التواصل مع أشخاص يعني بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تناقش أو تحاور أو تقدم امتحان وفي منك رح يقول له إشي اللي علاقة بندوي مثلا أو مؤتمر أهم إشي إنه اللي عنده امتحان يركز ويدرس صحيح لأجواء بدعمك ولكن الدراسة لرفع العلامات أفضل في منك رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا المريخ ما زال بيضغط على مسائل اللي لها علاقة بالبيت وأهم إشي موليد العشرية الثالثة هم اللي بدهم يكونوا حاذرين من خلافات أو نقاشات أو حوارات أو مجازفات أو سوء تفاهم ما بينه بين أحد أفراد العائلة أو ممكن أمر عائلة شوي يكون مقلق فعشان هيك بدك تنتبه خلي في تقارب عائلي ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تظهر مسألة عائلية تلفت انتباهك أو تكون أنت طرف فيها أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فاليوم بيحمل مفاجآت فممكن اليوم لقاء عاطفي أو حوار أو ممكن مبادرة من أحد الأحبة في مسألة ما أو ممكن تمارس هواي معينة وتأدي لشهرة أو لفت الأنظار أو نوع من أنواع المديح والإطراء برضو في نوع من أنواع التعامل رح يكون مع أحد الأبناء يعني بتكون إيجابي وداعم لا إلك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا وأنا بتعطيك نوع من أنواع الاهتمام على مسائل إلها علاقة بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو الرقابة الصحية أهم إش إنكم ما تهملوها وراجعوا طبيبكم إن شعرتوا بشيء غير اعتيادي أما بالنسبة للبيت السابع فتعاملكم مع الشركاء الروتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا أهم إشي إنه ما تدخلوا بخلافات أو نقاشات حادة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتكونوا تحذروا من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوكم على مستوى الوضع المالي وخصوصا موليد العشرية الثانية بتكونوا تحذروا من النصابين والمحتالين وبعض الأمور المالية المشتركة اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ اللي ما تكون يعني بالشكل اللي أنتو بتكون فتشعروا ببعض الصعوبة بإنجاز بعض الأمور أو حتى إنه تتعركس بعض الأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو القضايا القانونية المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الآن زي ما حكينا إنه الشمس موجودة والقمر موجود في البيت التاسع فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهمش إنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفيها واجسك فترة إيجابية جدا أهمش إنك ما تضيع عليك الفرصة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء داعمة بشكل قوي بتدعمك على مستوى السمعة ممكن تتعزز أو تدافع عن سمعتك بقوة خلال هذا اليوم ممكن تتخذ بعض القرارات أو بعض الإجراءات في منك راح يهتم بعمل أو عمل مشترك أو علاقته تكون جيد ما بينه بين زملائه أو رؤساه بالعمل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء طبعا مش بها القوة أو ما فيها هالمخاطر ممكن أنه تنشط ببعض الاتصالات أو اللقاءات أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أهمش إنك تشحن حالك الطاقة إيجابية وتستفيد أو تستثمر هاي العلاقات بيشي بنفعك أو لمصلحة إلك أو لإنجاز يعني ممكن أنه أنتك تكون رغبانه بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك اتناعش فطبعا ما فيه أي تأثيرات على بيت المتاعب من الكواكب عشان هيك بنقول لك إنجز أعمالك وما تأجلها وبرضو في نفس اللحظة اهتم بصحتك ما تخلي يعني التقلبات الصحية تأثر عليك هي ممكن أمور عرضية تكون يعني بس مجرد استشارة للطبيب أو ممكن حتى تكون مش إلك يعني ممكن تكون قلق على صحة أحد الأحبة أو زيارة أحد الأحبة أو الاتمئنان عليه أهم إشي إنك تهتم بعملك وتهتم بصحتك برج الدلو طبعا القمر تحرك الآن من البيت الثامن من البيت السابع من مقابلك تماما صار في البيت الثامن هذا شوي بخفف الضغوطات عليك بيخلي اهتماماتك اليوم مالية أكثر أهم إشي إنه تحافظ على أموالك أو تحافظ على الأموال من المصاريف للزيادة أو الدفعات يعني شوي في عندك رغب اليوم لصرف الفلوس أو عندك متطلبات مالية كثيرة فعشان هيك بتطلب الإهتمام أكثر أهم إشي تنجز أعمالك وإهتماماتك تكون جيدة على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نبتن بدعمك في بعض المسائل المالية ممكن تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن ممكن ترغب أشياء أنت مش بحاجتها تحاول أنك تشتريها فهي تطلب منك مصاريف الزيادة فعشان هيك احذر على أموالك من المصاريف لزيادة أو الإشي اللي ما إلو داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء من المريخ بتخلي مزاج العشرية الثالثة عصبي وحد في بعض الأوقات فعشان هيك يديروا بالكم من العصبية والحدية وكون واضح بطرحك ما في داعي للانفعال ولا للتهور ولا للعصبية بالفترة اللي عنده امتحانة أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وبدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وبرضة أثناء تعاملكم مع الإخوة أو الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء من أورانوس تحدث أشياء مفاجئة ممكن مصاريف الزيادة ممكن مصاريف مفاجئة بيتية أو عائلية أو أحداث عائلية معينة أو أمر بتعلق بأحد أفراد العائلة يعني بمعنى آخر بتكون ديروا بالكم من بعض الاندفاعات أو بعض التهورات أو بعض الحدية بالطبع في منكم رح يهتم بسائل إلها علاقة إما ببيت جديد أو مسألة عقارية أو بأثاث أو مشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء روتيني كيف تتعاملوا مع أحباك ورح تكون بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا مع الأحباء خلال هذا النهار يعني في أجواء إيجابية دعمة وفي أشياء ممكن تستغلوها وتكون لصالحكم الأجواء يعني بتحمل أشياء واعدة أهم شيء استثمارها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني ممكن تقلقك مسألة إلها علاقة بالعمل أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم رح يكون له بعض الاهتمامات على المستوى الصحي إما مراجعات طبية أو باستشارات أو مراقبة خصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة هذولا بدهم يهتموا بوضعهم صحي إذا شعروا بأي شيء غير اعتيادي يحاولوا أنهم يراجعوا طبيبهم أما بالنسبة للبيت السابع فالزهرة هنا بتخلي في نوع من أنواع النقاشات الحادة أو الخلافات الحادة وخصوصا ما بين الأزواج وموليد العشرية الثالثة أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين لأنه الفترة هاي العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال من نقاشات حادة بسبب الزاوية الموجودة ما بين الزهرة وما بين أورانوس فأي النقاشات بتيجي بشكل مفاجئ وبتتطور بسرعة هائلة جدا فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وما في داعي للتهور ما في داعي للمجازفات أو الكرام الجارح أما بالنسبة للبيت الثامن أهم هيش أنكم تتفحصوا حساب مالي مشترك خففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابتعد عن الحلول أو ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ما تهم الملف ولا قضية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فعطارد بدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو دراسة جامعية يعني الأمور جيدة وممتازة ودعم لإلك حاول تستغلها بكل إشي ضروري ومهم خلال هذا اليوم في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أهم شي إنك تحذروا أثناء تناقلاتكم واللي كان أو اللي عنده امتحان اليوم يعني اللي يرفع العلامة بتطلب منه الدراسة والاستعداد بشكل جيد يعني ما يعتمد على الحظ بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة الروتينية برضو بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ممكن تنجزوا بعض الأعمال اليوم بمساعدة بعض الأشخاص يعني زملاء أو رؤساء بالعمل يعني يتحاوروا معاك أو يساعدوك في مسألة ما لأجواء إيجابية ودعم في هذه الأمور وخصوصا الأعمال المشتركة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء يعني الأجواء فيها نوع من النوع الإيجابية ولكن حاول تكون واضح بطرحك أو بحواراتك عشان ما تنفهم غلط وتصير مشكلة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا موليد العشرية الثالثة وموليد العشرية الأولى وهي أول أول ثلاث أبراج من برج الجدي هذولا بدهم يكونوا حذريين جدا من أمور إلها علاقة بالعمل أو تعطيلات بالعمل أو أمور إلها علاقة بالمشاكل أو الحدية أو مسائل صحية برج الحوت طبعا القمر اليوم مقابلك تماما في العذراء هو والشمس فعشان هيك بدك تحذر من أمور إلها علاقة بالقرارات أو إصدار القرارات اللي ممكن ما تكون لصالحك وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه إنه طاقتك اليوم ضعيفة فهذا الإشي بيسبب لك بعض الإحباطات أو الكسل في بعض المسائل أو التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا من المريخ ما زالت بتضغط على أمور إلها علاقة بالمال يعني في بعض المصاريف أو الالتزامات عندك خلال هذا اليوم في منك رح يحصل مكاسب مالية في منك رح يهتم ببعض الفرص اللي ممكن تجيب له أموال ولكن مواليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من المصاريف للزيادة أو الالتزامات اللي بتيجي بشكل مفاجئ ممكن تيجي على شكل مصاريف بيتية أو مصاريف صحية أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بتنشطوا بشكل مفاجئ على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات الأجواء بتدعمكم بشكل جيد على مستوى اتصالاتكم حتى على مستوى الامتحانات ممكن الأمور تكون لصالحكم في بعض المسائل أهم شي ضبط الأعصاب وأهم شي إنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز ما في داعي أنك تتسرع بالإجابات يعني بدها تركيز ودراسة وتحضير وأثناء تحركاتكم أو تنقلاتكم انتبهوا أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للتعامل مع الإخوة والجيران فأنا شايف الأجواء يعني فيه نوع من أنواع التعامل وهذا رح يكون على حسب طبيعتكم بس ابعدوا عن الحدية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط ممكن الضغط هذا يكون مصاريف أو التزامات أو أعباء أو ظهور أشياء بشكل مفاجئ إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو أحداث معينة تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهم شي إنك تكون واضح في طرحك وممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التحالف من أحد أفراد العائلة يتحالف معك أو يسندك أو يدعمك في مسألة ما أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا من قلك انتبه أثناء تعاملك مع الأحبة اليوم ممكن تشعر بتحالف الأحبة حواليك حاول تكون واضح وما تهملهم وما تجازف بعلاقاتك مع الأحبة لأنه ما بتعرف مين اللي رح يدعمك بالفترة هاي ويكون حليفك بالفترة هاي برضو ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة ممكن أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالزهرة طبعا هنا اللي بتعمل لبكي على المستوى الصحي فعشان هيك بدك تنتبه على أعمالك من تراكم الأعمال أو ظهور أعمال مفاجئة وبرضو التقلب على المستوى الصحي أو ظهور مسألة صحية أهم شيء أنك ما تخلي الوهم أو تخلي الأفكار السودة إنها تسيطر عليك أو تلعب بعواطفك بالفترة هاي الأجواء إن شاء الله بتمشي على خير ولكن بدك الدعم النفسي أهم شيء أما بالنسبة للبيت السابع فبتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء في العمل أو العاطفي يعني ما بينكم بين الأزواج كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة عارف إنه أنا الضغوطات كبيرة عليك والأوضاع ممكن تكون صعبة أو تصعب عليك ولكن تتطلب منك الحكمة والأمور رح تمشي إن شاء الله لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا منحكي إحنا قاعدين عن عطارد اللي بدعمك في مسائل إلها علاقة بتحصيل دعم ما قرض ما حليف ما يدعمك على المستوى المالي أو الأموال المشتركة اللي اهتمام بالمسائل الغيبية رح يكون قوي بالفترة هاي في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقضايا المالية أو المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أهم شي إنك ما تبالغ بالمراهنات أو إنه أمور مالية يعني تراهن فيها بشكل إنه ممكن تحقق لك نوع من أنواع الأرباح وتكون مفاجئة فيها نوع من أنواع الخسارة أما بالنسبة للبيت التاسع فتعاملكم رح يكون روتيني بالاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد على طبيعتكم تتعاملوا خلال هذا اليوم في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالجامعة أو بمراسلات أو اتصالات بعيدة أو أوراق قانونية أو معاملات أهم شي ضبط الأعصاب مطلوب وما في داعي للتسرع انتبهوا أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات على مستوى امتحانات جامعية أو شي بالجامعة أو أصدقاء أو زملاء أو مؤسسات تعليمية أهم شي برضو عند الأوراق القانونية ما تخلي تهم الأوراق معينة إنجز أوراقك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ممكن تنجزوا بعض الأعمال بشكل مشترك خلال هذا اليوم وممكن يكون لكم بعض الاهتمام بزملاء أو رؤساكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك باللقاءات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وممكن حوار أو حليف أو داعم لإلك من بعض الأصدقاء يعني يتكاثفوا حواليك أو يدعموك نفسياً أو يدعموك مالياً أو يدعموك حتى بإنجاز بعض الأمور الأجواء حليفة ودعم لإلك بقوة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعاً ما في أي تأثيرات للكواكب في بيت المتاعب فعشان هيك ينجز أعمالك بشكل روتيني ما تأجل أعمالك الضروري وخصوصاً وفي نفس اللحظة اهتم بصحتك أي شيء طارئ حاول تستشير طبيبك فيه وممكن تحملك هاي الفترة نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء